اشتركوا في القناة هاي اللي حصل في حكاية عزة بطل القصة حقاية النهاردة اللي بعتت لنا رسالة بتقول فيها الحقوني جوزي بقله أسابيع كل يوم يضرب ابنه ويخنقه ما بقيتش قادرة عليه تعالوا نسمع الحكاية من أولها ونشوف عزة بعتلنا تقول لنا إيه اسمي عزة عندي 28 سنة اتجوزت من 13 سنة وخلفت ولد واتطلقت وقعدت فترة بعد الطلاق مش عارفة هل المفروض أتجوز وأجرب حظي تاني ولا لا كنت متعقدة من اللي شفته من طالقي ده غير خوفي على ابني وفي نفس الوقت أنا إنسانة ومن حقي أدور على الفرحة والسعادة مع حدي عوضني عن اللي فات ويبقى لي أمان وسند وأنا متربية في الريف ومزروع جواي من صغري إن الست محتاجة لراجل في حياتها عشان تتحامى فيه ويساعدها في حياتها وعشان أنا مطلقة ومعايا عيل كنت عارفة إن لو اتجوزت تاني أكيد مش هاخد غير واحد مطلق زي حالاتي أو أرمل وعنده عيال ومحتاج إني أربي هامله وفعلا بعد فترة من طلقي اتقدم لي جوزي الحالي اللي كان أكبر مني بتلت سنين وعنده ولد سنه خمس سنين اتخطبت له خمس شهور بالعدد وطول فترة الخطوبة كان كل هامي أثبت له إن ابنه هيكون زي ابني بالزبط من غير أي تفرقة في المعاملة وده اللي كنت بقوله لنفسي دايما عشان أكون قد المسئولية وعشان عارفة إن ربنا هيحاسبني على الأمانة دي كلام ما يطلعش غير من واحدة بنته أصول عندها ضمير يا عز طب والله جدع وقليلين قوي في حياتنا تعالوا نكمل فكرت إني أقرب لابنه في فترة الخطوبة واشوف هتعامل معه إزاي وسعيدني على كده إن خطيبي كان مشغول وعنده ضغوط ورحب جدا بالفكرة وفعلا ابن خطيبي كان عايش معي حرفيا طول فترة الخمس شهور اللي قبل الجواز جدعا بس مش ملاحظة إنك اهتميتي بابن خطيبك بس ما فكرتيش في علاقة خطيبك لو كان مشغول بابنك مش جايز يكون خطيبك هو اللي مش قد المسئولية ما يعرفش إنه هو يعدل بين ابنك وابنه كمان اللحظت إنك مهتمية بابن خطيبك أكتر ما أنت مهتمية بخطيبك طب خطيبك دعاتي ما أقدي عشان تعرفي كويس وإنه خمس شهور بالعدد تعالوا نكمل أعدت فترة الخطوبة بسرعة وتجوزنا وعيشت معي والدنيا ممشيت يوم حال وعشرة لأ بسبب ظروف ومشاكل كنت بعديها بحكم إني لسه عروسة جديدة وعشان ما أعملش مشاكل في جوازتي التانية اللي عارفة إنها لو بوزت الناس هتقول أكيد العيب مني طالما تجوزت واتطلقت مرتين وأنا مش حملة أي صدمات تانية بس بعد ما فات على جوازنا سنة بدأت المشاكل تزيد وقام مهم المشكلة اللي ببعت ليكم النهاردة عشانها جوز يا سالي بقاله أسابيع بيدرب في ابنه بدون سبب مش ضربة عادي لأ ده ضربة افترة لدرجة إن الويد بيقطع في قلبي ولما قوله ليه طب ليه بتضرب ابنك بالغباوة دي يقولي ملكيش دعو ابني وأنا حر فيه وفي الأول قلت النفسي يمكن فيه سبب أنا معرفوش والجوزي مش عايز يحكيه عشان محرج مثلا أو مخبي عليها سر بس مهما كان برضو مفيش أي حاجة تستدعي إن الطفل يضرب بالشكل ده فضل الموضوع يزيد يوم بعد يوم ده بيقوم بالليل مخصوص عشان يضرب في الولد وأصحى من نومي مفزوعة على صوت صريخه لما سألته أنت بتعمل كده ليه قال لي ما عملتش حاجة أنا قدامك أهو بسرح شعري مرة تانية قال لي لما عملتش حاجة ده أنا كنت بمشي رجلي شوية في الشق أنت متخيلة سألت نفسي هو ممكن يكون بيكره ابنه أو عنده عقدة من حاجة وأنا معرفهاش ما بقيتش فهمه هو رجل طبيعي ولا في عنده مشاكل نفسية ولا في إيه بالزبط المهم آخر ما زهد قلت له حرام عليك ده إبنك ده نعمة من ربنا وفي ناس كتير محروة من النعمة دي احمد ربنا بدل ما النعمة تزول من وشك قال لي ملكيش دعوة ابني وأنا حار فيه لحد ما في مرة مسكت فيه ما قدرتش استحمل قلت له لأ بقى أنا ليه دعوة ونص أنا تجوزتك بابنك يعني واخدكم انتو اللي اتنين مع بعض وكلنا عايشين مع بعض في بيت واحد اللي يخليك تعمل كده في ضناك اللي من لحمك يخليك تعمل كده فيه وفي ابني بس برضو ما وصلتش معاه الحل لحد ما في ليلة فضل رايح جاي على قوضة ابنه وسمعت الولد بيصوت جمد قوي لما سألته الصبح كنت بتصوت ليه قال لي بابا كان بيخنقني معرفتش أخد نفسي ساعتها قررت أسيب له البيت وحاليا أنا وقفة على الطلاق وكل ما روح ما كان جوز يمشي وراي ويقول لي سامحيني أنا هتغير مش هعمل أي حاجة دايك تاني أنا بحبه قوي يا سالي ما بقيتش عارفة أسامحه ولا لا كل ما افتكر اللي بيعمله في ابنه بخافه أدقي خصوصا اني لحد دلوقتي مش عارفة هو بيعمل كده ليه وخايفة لو اتطلقت مش عارف شكل حياتي هي بعمل ازاي لو اتطلقت مرتين وما عداش على جوازي غرياده بسنة ولو سامحته وخلفت منه ممكن يعمل في ابني إيه وممكن كمان يعمل إيه في قولولي أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة عزة رسالة غريبة اب بيخنق ابنه صغير بالليل والناس نايم كل شوية يضربوا طب ليه ايه سر الورا كل ده طب فين أهل الزوج من اللي بيحصل ده وفين بقى أم الولد المسكين ده أسئلة كتير نقصة في الرسالة دي أو في القصة دي أهم السؤال اللي المفروض تعمله عزة دلوقتي تعمل إيه ويا خايفة تبقى مطلقة مرتين وبتقولك ما عداش على جوازي غرياده بسنة ما هو لو بعد يوم هيتكلمه لو بعد شهر هيتكلمه لو بعد سنة هيتكلمه لو أعادت لحد ما توصلي للخمسين ولا الستين سنة هيتكلمه دي الجننت على كبر وراح تتطلقت هيتكلمه هيتكلمه ممكن نشيل البند ده خلص عشان خاطري ولا أرياف ولا مدينة ولا قرى هيتكلمه هيتكلمه اللي عايز يتكلم يتكلم من إمتى وحنا نعمل حساب لكلام الناس إحنا في الطفل ده معقولة تخطبت له خمس شهور لا شفتي أهله ولا شفتي أم الولد ولا كان بيجي يضرب الولد قدامك عمره مثلا ما أرسه قدامك ولا ضربه قدامك معقول ما خدتيش بلك من كل ده طب ما سألتوش عليه طب انتي قلت يا أخد واحد يا مطلق يا أرمل وخايفة من الطلاق اللي خايف من خطوة مش بيجري ويسع وراها عشان قبل ما ياخد الخطوة يبقى سأل وعمل اللي عليه محتاجين لتكلم كتير قوي يا عز انتي والناس اللي عملت كده الناس اللي زيك وعادوا يقولوا أنا خايف من الطلاق ورموا نفسهم ومش عارفين دلوقتي يعملوا قين وعمر الطلاق ما هيكون حل استنوا هنا بعد الفاصل قصتنا النهاردة عن طفل بيتضرب من أبوه كل يوم ضرب مبرح من غير سبب واضح لدرجة ان الأب بيصحب الليل يدخل على ابن قطو ويفضل يخنق فيه والولد يسرخ مرعوب الغريب بالنسبة لينا هنا ان اللي بعت القصة دي في قصة حقيقة هي مرات الأب اللي بعتت تحكيلنا عن التصرفات الغريبة اللي بيعملها جوزها مع ابنه واللي بسببها سبت له البيت وهي دلوقتي مش عارفة ترجع تاني ولا ما ترجعش عشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة مصطفى النحاس استشاري الطب النفسي أهلا بيك زيك يا دكتر الحمد لله عمرك يا دكتر مصطفى زيك يا دكتر الحمد لله قولي بقى ايه رأيك في قصة النهاردة احنا تكلمنا تحت الهوى انا سمعت حاجات غريبة فمستعيد ده بقى ايه عطالك متحرق ليش قولي ايه رأيك بقى في القصة قصة مرعبة قصة مرعبة من كل أطراف يعني كل طرف فيها كده محتاج وقفة محتاج منوري كل طرف حتى اللي بعد يعني مرات الأب محتاج وقفة أصلا هي فكريتها حتى عن الارتباط وعن الجواز محتاج إعادة نظر ليه هتعرفت على الطفل الصغير ده حقيقي هتعرفت بالصفت كده هتعرفت على الطفل أبن تعرف على بابا يعني هتعمد بالطفل أكتر من أي حد تاني في القصة أكتر من ابنها أكتر من نفسها أكتر من شخص اللي بترتبط بي يعني أكتر حاجة هتعمد بيها هو ده مش كفاية يعني لو ارتحت الحد وهو مخلف طفل الطفل اللي حاب بينيه الزورية طيبة صح ده حاجة كويشة بس هو الشخص نفسه مهم برضو يعني شخص ده أنا طبعا أكيد ارتحت للشخص الأول بعدك هشفت الطفل ولا أنت حاس أنها ما تعرفتش على الزوج ده كفاية هي كلامها بظبط هي كلامها في أنها الخمس شهور دول ما كانوش كفاية أنها تعرف الشخص ده معرفة كم مفروض نعرف الشخص قدي عشان نقول لك يعني أهم حاجة في معرفة أيباني قدم هالوقت قدي بقى عنصر الوقت عنصر الوقت هذا لا يقل عن مجموعة من الشهور اللي فيها تعامل مباشر يعني علاقة مباشرة بنشوف بعض فيها مش علاقة ريموت مش أقل من ست شهور سبع شهور عشان نقدر نقول نحن بدأنا نعرف الشخص الشهر ده كان هيفريق مصطفى كان هيفريق أنها تقعد فترة أطول هي مشكلة مش بس في عدد الشهور هي مشكلة هكتمركزة فيها أصفيدة كترة بتقول ست شهور بس أشوفه كل يوم لو سنة أشوفه يوم بعد يوم فهي برضو وأحيانا علاقات ريموت العلاقات اللي هي عن بعد ينسمى حد مسافر مثلا على خبال التالي بياخد وقت أطول بس برضو احنا مركزين على إيه يعني بنسأل الشخص على إيه بنتكلمها في أي مواضيع بنسمع منه إيه بنشوفه في أي مواقف بس لو أو علاقات عبر الإنترنت أو كده مش كفاية حترة بيكلمه كل يوم ما هو أصلا ممكن أقول عن نفسي كلام عظيم بس حقيقتي مختلفة تماما لازم بأنني أشوفه ازاي بيتعامل مع الويتر أو مع الناس اللي بتساعدنا أو مع حد في الطريق لازم أشوفك علشان أكتر فكرة سيئة في علاقة إن أقولي إن الشخص ده كويس معي مع إنه شخص سيء يعني هو لو بايخ مع الويتر حيبقى بايخ معي في يوم الأيام طبعا لو هو شخص عصبي وبيجي يمسك نفسه عندي في يوم الأيام حيبقى يتعصب علي فمفتكرش إنه هو علشان بيعمل حاجة غلط فمش حاملها معي بس هو لي دايما بيقولك إنه حتى بعد ما يتقفل عليهم باب بيتغيره أو بتكتشف بقى كل حاجة بتكتشف علشان إحنا بنعمل كده شوجا كوتينج وإحنا بنتعامل مع بعض طبعا بنغلفها بالقوة يعني أنا بظهر نفسي بأحسن الصور واللي قدامي إنساء ده وتشوفه كل الزوايا عشان أقدر أفهم هو عامل إزاي فبتاقي تسمح نفسها بشوية تجارب حقيقية معاه تتعامل معاه معاملة حقيقية إيه كتازم تشوف الأم يعني أنا لو هتجوز واحد كان متجوز وانفصل أو طلق أو أرمل أرمل طبعا مش هينفع أشوف أهل الزوجة أو أشوف الزوجة الأولانية أو المطلقة طلقتهم طلقتهم لما كانوا يتجوزوا كانوا يسألوا في الأشغال يروحوا يسألوا الشخص في شغله يسألوا عليه الصحاب ويسألوا عليه في البيت بس قابل طلقته عادي وهو طبعا يا خطوة فيها صعوبة طبعا ممكن تديني كلمة في جنابي أكيد بس هي لو متاحة يعني قصدي لو في منهم علاقة ودة وبينهم ابن لو في منهم حياة مشتركة فأنا محتاج أعرف حتى من العيلة هم سألوا بعض ليه لأن أنا أكيد لما أتكلم عن الطرف الآخر اللي سبته مش ممكن هقول أنا عملت إيه غلط مش ممكن حسكوا الأشياء السلبية اللي عندي ولو ذكرتها برضو هغلفها بشكل يعني يسهل فهمه هي بقى ما ذكرتش أي حاجة تفتكر مامته عايشة ولا ميتة يعني طبعا الله أعلم هو مش واضح من القصة بس الواضح من القصة أن الأب عنده مشكلة كبيرة مع الزوج الأول إيه بقى يعني أنت مش حاسس أن الست دي عملت عملة كبيرة قوي يعني يعني أنا بعد بس أنا عملة بحاول أستشف عملت حاجة كبيرة قوي فهو بينتقم الولد هو بينتقم الولد أكيد بس هي عملت حاجة كبيرة مش أكيد ممكن جدا يكون اللي هي عملته بسيط بس أنا استقبال الأمر فيه اضطراب استقبال الأمر فيه مرض مش حاسس أن هو ابنه أو مش حاسس أنه مش حاسس أن ابنه مش متعلق بيه عنده مشكلة معاه يعني الحقيقة يوم عن يوم من العيادة النفسية الواحد بيوصل لقناعة إن فيه ناس يعني بعد إذنك تربوا عيالكم لو ما فاش إساءة أدم إن ربي عيالني وننبلي نفسنا عشان نعرف إن ربي عيالنا طبعا يعني أنا عندي مبادئ أتعامل بيها عشان نعرف يا ربي عيالي أبعرف إن هم ليهم مساحة في الحياة وإعادة التأهيل ده يعني مساحة في الحياة ده البتوعي برافو علي هزي بقى النقطة أعمل فيهم اللي أنا عايزه أعمل فيهم اللي أنا عايزه لأ هتسفر تشتغل بر ولا هتتجاوز اللي أنت عايزها ولا هتشتغل اللي أنت عايزه وانت بتاع أنا لجبك صح جدا ده على كل المراحل أنت ومالك الأبيك أيه بيترجموا حاجات غلط جدا الأهالي فعلا بيقولك بلأتي إنه هتلاقي ثلاثة أربع المصريين بجد ما يكون عندهم عقد نفسية من هم صغيرين وكلكيع بسبب الأهالي صحيح وإلك أنا مالي يعني فأهم إلك أنا مالي بأنك كنت مربيك زي ما تربينا وهي الأسوأ الحقيقة إن أنا كنت عندي عقدة وأورّصها لأولادي إني أنا كنت عندي عقدة من الصغر تم معي أي إساءة فبطلعها على أولادي بنتة مثلا تعرضت لعنف من أهلها فبطلعها على أولادها أو بالعكس أي فيه أبها te告訴你 أنا ما كنت أتضرب بالحزام أنا أسمع الكلام أنا ما ضربتش بالحزام أسمعش الكلام أنا شرفتها يعني إيه ليه أضرب طفل بالحزام ما هي دي الفكرة اللي تربte عنده يعني هذي القناعة اللي تربط عنده هو فاهم أن الناس مش هتنضبط غير بالضرب وأنه ذي أفضل طريقة للتقويم فهنقوم بالضرب بالشكل ده وده مش ضرب ده إهانة ده إيزاء يعني هو لما يخلي الولد يخنقه والولد بيسرخ كده ده إيه؟ ده يعمل إيه؟ ده قضية يعني ده شراف عتل والولد ده يطلع عنده عقد عاملة إزاي؟ الولد هتلع عنده عقد عاملة إزاي؟ وهي شخصية مستحملة تعيش في جو شكله إيه؟ يعني هي عيشة برضو حياة قصية جدا جدا طبعا أنا كل يوم بصحة على سريخ ولد طفل صغير العمال بيسوت أن أبابا بيضربه إيدي وحاسة أن أنا مليش لا حاول ولا قوة أنا مش عارفة أعمل حاجة مش عارفة أتصرف وحاسة بمسؤولية مش بتاعتي يعني شيلة شيلة مش بتاعتي ومكملة فيها طب إيه اللي ععدها سنة هي بتقول أنا عادت يوم حلو وعشرة لأ هي طبعا أكبر مشكلة عندها هي اللو سلف ستيم هي عندها مشكلة كبيرة في رؤيتها لنفسها ليه؟ حتى في تفكيرها في الجواز يعني حتى في رؤيتها لفكرة الجواز التانية إن أنا مش حينفع من فاصلة هتقال علينا أنا اتطلقته مرتين طب وإيه يعني يعني أنت حاسس أنها عندها مشكلة في الحلقة دي فلو إرضي بقليلك؟ إرضي بقليلك هي أصلا في حكايتها بتقول أنا قضينا يوم كويس وعشرة مش كويسين يعني الحياة مش أحسن حاجة بس هو دائما بيطلبوا مننا كده يا دكتور مصطفى حتى في يعني في مجتمعنا هتطلقي تبقوا الناس هتقول علينا إيه تطلقي بعد شهر جواز بعد شهرين جواز تبقوا الناس تقول إيه ما يبقى أنت فيك يا إيه بيبقى أنت دم إحنا بنخاف من كلام الناس صحيح أنت عايش في مجتمع مش عايش لوحدك طبعا ممكن تكون هي صحة في النقطة دي والمجتمع بتاعها مجتمع عريفي فأكثر قصوة فبالتالي فكرة الوصمع حاجة أتقل عليها كتاب عريفي يعني لو ما خلفتش تبقى مشكلة لو اطلقت تبقى مشكلة لو قاعدة بتعمل مشاكل معجوزة تبقى مشكلة بس هي المشكلة بقى أن هي قبل كل ده محتاج هي شخصيا يكون عندها علاقة مع نفسها يعني هي مقدرة يميت نفسها قبل أي حاجة ما لو مقدرة بقيت نفسي مش حرمي نفسي في علاقة مؤزية مش حرمي نفسي في علاقة أكمل فيها وانا بتأذي يا أنت رأيك أنت علاقة سامة مؤزية جدا جدا طيب من الطفلة ده يعمل إيه ما هي خايفة على الطفل ما هي خايفة على الطفل بس هي حدود مسؤوليتها على الطفلة ده قتر تعمل إيه يعني هي فين عيدة بابا ما هي بتقول ما بيسمع كلامها مش ممكن تأثر عليه بالحنية من اللي بيسمع كلامها هو الزوج ما هي بتقول إن هي بتقوم في مصاصل آية يعمل لها قصص يعني ملاق افلام رعبة في البيت بتسمع سريخ يقول لها لأ ده أنا كنت باشرب مية وكتبس على خارج يعني راجل دخل في حالة اضطراب شديد ترموته في السرير فبين دليل رضي عصدي يعني عمل لي ولي ده طيب ومش بيسمع كلامها ويعمل لاش التأثير اللي هي متخيلها عليه وأحد أهم مشاكلنا في العلاقات هو الفولس برسيبشن هو الإدراك الخاطئ إننا نبقى معتقدين إننا فاهمين الطرف الآخر أولنا تأثير عليه أولنا ندور في المسئولية إحنا أصلاً لها سقف إحنا محدودين في حالة مش بنقدر عليهم ويمستطيع الشيء لماذا ؟ ليه بالنسبية قولت يا خبر رابط أنا ممكن أصلحه و أكمل الله هو متعبانات بس وكما كان بيشما مخدرات بس He can fix هو hanergessieb هي عنده سمات ه�ري بس هو معايا هيتغير أنا ممكن أصلحه Grassing fix him 어나حfir Shona كلهم في العيدة كلناس اللي قالوا كده كلهم عندي في العيدة Lowch كلية العيدة النافسية عمومة فلنواsom الناس اللي zitten الناس اللي سايب الناس اللي بتحاول تفكس هي اللي بتحاول تسلق ساهم اللي بتحاول تفكس هي اللي بتحاول تفكس هم ده ما حصلوش اي حاجة ولسه بعمل نفس الحاجة دي و اكثر شوية مؤذي بطبعه فهو مش واخب بانه انهم مش عايز يتغير هو ما عندوش نية التغيير اصلا هو لو عايز يتغير حيدور على وسائل تساعده امتى نجري من الشخص اللي قدامنا يعني هي مفروقة تتعمل ايه ده كان شخص مؤذي هو ده شخص اكيد مؤذي بس هادلوقتي في وضع محتاج الأول يعني سيطرة محاولت اتحك عليك انا وفهمه جرة كنت تقولي ايه هترجع ولا هترجعش محاولت استهدلوقتي لو مشت لو احنا قلنا خلاص يلا مع السلامة اسهل حاجة في الدنيا احنا نهد البيت بس مش هده الموضوع انا عايز افهم الوضع اللي انا وقف فيه ده احله ازاي احله ازاي وزي ما لسه بتقولي كده هي قدرتها اصلا على الحلول محدودة هي شخص محدود يعني شخص ما عندوش قدرة ان هتحل الامر من اساسه او تنفصل من العلاقة بسهولة يصعب انا عليها المشهد وخلاص مفيش حاجة في ايديها صح جدا جدا هتعمليه با حلو قوي فانا بتدي الاول دور على مشكلتي انا يعني محتاجة اشوف انا شخصيا في المركب اللي بتغرق دي انا فين انا بعرف اعمل ايه انا حدود مسئوليتي لحد فين وده مهم جدا تفتكر هي عندها النو هاو دي او ان هي تتعد مع نفسها كده وتقول انا ممكن اعمل ايه او ما عملش ايه اعرف اعمل ايه وما عرفش اعمل ايه ده مهم جدا حتى لو بورقة وقلم انا ادوري ايه في العلاقة دي انا موجودة هنا عشان اعمل ايه طبعا لو رجعت له هيحصل ايه ارباحه خساير ايه اللي هتكسبه ايه اللي هتخسره بينها وبين نفسها وتلجأ لحد متخصص لما مش عارفة تعمل ده ده هيطيق لحد متخصص الاب اللي بيدرب ابنه كل يوم الاب بيدرب ابنه غالبا هو مش هيروح لحد متخصص بس هي محتاجة تستعين بحد من الاسرة محتاجة تستعين بحد لو سلطان عليه لو كلمة عليه هو بيسمع له ده مهم جدا ده شكله بيسمع كلمة علشان هو واضح جدا جدا ان هو شخص عنده اضطرابات لان هو لما بيتكلم معها ما بيواجههاش به هو بيعمل ايه هو مرة بيقول لها ده ابني انا حر فيه ومرة يقول لها انا ما عملتش كده وما سامحيني وحقك علي وما جابتش سيرت اهله خالص يا دكتور ده معنى ايه اه 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 اعيلته يعني هو مقطعينه ولا هو شخصية متسلطة فالناس كلها بيعدت عنه ولا بيخافوا منه ولا ملهمش تأثير عليه عادة الاشخاص المضطربة بهذا الشكل يعني شديد الاضطراب بيكون عنده مشاكل في كل دواري علاقاته يعني هو ده تشخصته على انه شخص شديد الاضطراب ده اكيد اضطراب شديد من ايه بقى اضطراب شديد يعني ده قد يكون مثلا بيطعطى بيطعطى شيء بيطعطى مخدر ده احد الاختراب دول بيبقوا شديد الاضطراب بيوصل لدرجة طبعا بيقى عنده مشكلة كبيرة زي ما انت شايفة كدنا بيعمل حاجات يعني خارج العقل ويزعل عليه ممكن يزعل عليها وممكن ما كنش عنده زعل عليها كمان؟ طبعا بيقى عنده اضطرابات شخصية ده لو هو بيشرب بس فيه اضطرابات شخصية اخرى عشان المكسب اللي جايله مش عشان يعترف بخطأه واو يعني اول طريق التغيير في اي غلطة في الدنيا اعترافي بيها اول طريق التوبة الاعتراف بالزم انا عملت ايه فالمفروض ده اطلع منه فمسئوليتي واحدة من مسئوليتي عن الخطأ هو اللي بيخلينا بطله او لا هو ما بيعملش ده ولا مرة هو ما واجهش بمسئولية في اي مشهد فبالتالي هو مش عايز يتغير هو مضطرب غير مريض؟ اكيد مريض يعني شخص عنده ديزيز يعني زي مثلا عنده اكتئاب عنده صاس قهري بالزبط عنده فصام حاجة بره تحكمه ده مرض يعني الاضطراب ده مجموعة ملسمات الشخصية فيها خلل يعني مشاعره وافكاره وطريقة سلوكياته فيهم خلل بيجوا من ايه؟ بيجوا من النشأة بتاعته من التربية بتاعته واستعدته طبعا للجيني والظروف اللي مر بيها في حياته فبالتالي في مرحلة من مراحل محتاج يوقف مع نفسه واخد خطوات للعلاج وعلاجه مش دوائي يعني علاجه سلوكي يعني ده مش لازم في مرحلة الأدوية المريض ياخد أدوية لكن اللي عنده الترام ما ياخدش بيحتاج لعلاج سلوكي اكتر وبيحتاج لعلاج لفترات سلوكي ان احنا نمانج ونبص يعني نتفرج عليه لانه متخصص ياخد على فترة علاجية محترمة يعني شوية شهور بيبطي بيوم ببرنامج علاجي خمس شهور عشان يتجوز هياخد شهور في العلاج يا داكتر؟ هياخد أكتر من شهور بشوية في العلاج عشان الاضطراب اللي عنده ده اضطراب شديد يعني العنف الشديد والعصبية بالشكل ده محتاجه لشغل ونعرف أصلا سبب القصة فين طب ايه في المريض مش عايز يروح بنعمله ايه؟ عندنا بقى اختيارات كتير لو النهاردة شخص عنده اضطراب شديد يعني مؤذي لنفسه او للغير فيه عندنا بند في القانون الصحة النفسية مثلا عايز يأذي نفسه او عايز يأذي حد حواليه ساعتها مينفعش يتسابل نفسه بنبلغ عنه انه عندنا مريض في البيت بيجي حد بياخده من البيت بيوضع في مكان لمصحة عقلية علشان يتعالج من الحاجة اللي هو فيه لو وصل لدرجة الخطورة ذي والرجل ده وصل لهذه الدرجة يعني انت شايف انه كده وصل لأني درجة؟ لدرجة من الاضطراب الشديد ولدرجة من الخطورة الشديدة على حواليه يعني اليوم اللي هو خنق ابنه فيه ده كمان يوصله انه لقدر لي يقض حياته طب الطفل ده عيحتاجي تعالج عشان كيقولك كل طرف في القصة الطفل ده ممكن يجرله ايه؟ ده ممكن يكون دلوقتي الطفل ده في مرحلة ايه؟ حالياً؟ بعد اللي حصل ده كله في الوقت الحالي هو بيعيش مرحلة مع بعد الصدمة اللي هو عايش فيه حالياً غير السترس اللي هو عايشه كل يوم يعني الاطفال العمومي عندهم قدرة رهيبة على ابتلاع الصدمات وبتطلع بعد كده احنا جبار بتلاقي الام بتمسك الطفلة عج والعلاقة ده كده وبعد دقائتين هم بيتمسح فيها معايشة ما هو حقك علي هو اللي بيروح يعتذر فالاطفال عندهم قدرة رهيبة على احتواء الاذى وده عشان هما لسه مش فاهمين ومش عارفين يحط كل حاجة بس ده مش بيأثر عليهم نفسي؟ جداً بيأثر عليهم لما بيجبروا جداً بيفتكروا؟ طبعاً بيفتكروا احنا صدمات الطفولة اللي تعرضنا لو احنا اطفال موجودة في جسمنا لحد دلوقتي وموجودة مأثرة علينا لحد دلوقتي يا تضربوا لكلهم بتضربوا ده؟ موجود! مش معلم بس موجود جوا يا دفعنا موكي خلينا نتعامل مع الاخرين بأزة غزباً عنها أو نبقوا مكسورين أو زعلانين ربع عليكي! انها خلينا نحس ان انا قليل ان انا مكسور ان انا منعزل عن الناس انا عوري ما اوصل انا هفضل فاشل اني طول وقت فاشل او انها مش كفاية خلاص انا جاي يا دكتور انا اجي عايق خلاص طب احنا بقى لو هو مش عايز يروح دلوقتي ايه خطوات لان اخدها للعلاج منها هي؟ لا انا انا اخلي بالك انا انا هي مش عايزة اخدها ان هي فيها حاجة مسؤولة عنه يعني اصدل هي تعمل ده انا عبرها ان هي ماشية زي مجتمعنا الريفي فهي جنب الحيط ممكن تكون مقتحتلاش الفرصة يعني ما كانش فيه فرصة طويلة ان هي تتعرف على المتقدم لان هي مطلقة فالطبيعانية ما يفعلش طويلة كتير تعرفوا فالبال تمثلها كل الاعذار انا عندي الطرف اللي احنا بنتكلم عليه ده الطرف المضطرب ده بهد للدنيا فنعمل ايه بابا مع البهد للدنيا بعد كان شوف التانية بايز شوف الطفل وعايز شوف كمان مرات الاب او الدين مسحة ازاي رقم واحد يمحتاج تلجأ لحد من الاهل يعني لازم يكون معها حد مسؤول من العيلة من قريبه الدرجة الاولى اخ عم اب خال حد من عيلته مهم جدا نكون معها في الصورة ان انا دلوقتي فيه ازا كبير بتعرض له شخص في البيت واحنا خايفين منه فاحنا محتاجين ناخد معاه خطوة ورجوعها البيت حالا مش هيحل اي حاجة انت مش هسترجع دلوقتي انا عايزة هتاخد الاول موقف مسؤول نتكلم بمسؤولية انت هتعمل ايه لو انا رجعت بكرة هيحصل ايه غير الايات والاعتذار حلو جدا علشان بقى نوصل للحتة زيح محتاجين حد متخصص يوعد معك انا مش هرجع البيت غير تعطي محد لو معدناش محد متخصص ممكن ألجأ للقانون قانونا اكيد طب تعال بقى ناخد مداخلة بقى مع رجل قانون انا اقولك بقى نعمل ايه ما خلاص احنا مقدمناش حاجة احنا هنتصرف معانا مداخلة مع رجل القانون استاذ عبدالغاني السماحي المحامي بالنقد مسائل فل ازاي حضرتك يا استاذ عبدالغاني اخبارك ايه كله تمام والله الحمد لله والنهاردة محتاجينك في قصة حقيقية اخبارك ايه؟ ربنا يسعيدك وعلى راسي انا عايز اعرف بقى ايه عقوبة الاب اللي بيدرب ابنه او بيحاول انه يخنقه هل في القانون في حاجة اسمها ماينفعش تضرب ابنك ولا ده بتاعي عامل فيه انا عايزه انا اللي مخلفه الموضوع لو وصل لضرب واذاء وكده بتتحول لجنحة عادية جنحة ضرب يعني اقصى عقوبة فيها ثلاث سنوات طب مين اللي بيقدمها بقى في الاب يعني اقصى ما فيها ثلاث سنوات انا اجرق اقول ان ابو يضربني او حد يجرق يقول ان ابو يضربني اه طبعا ازاي؟ هو الطفل نفسه ممكن يقدم بلاغ او اه وهل القانون هياخد برأي طفل ما عداش لعشر سنين مثلا؟ لو فيه شهود للواقع طبعا ياخد برأي طفل مين الشهود اللي يبقوا في الواقع؟ الام احد الجرال احد الاقارب حتى لو مرات الاب ممكن يتاخد بكلامه وما عنديش دليل مفيش كاميرات في البيت مفيش حاجة وفيش بصمات ممكن يكون اب زكي بيدرب من غير ما يزرق جسمه زي ما بيقوله فيه قواعد معينة عشان الجريمة تثبت او يتم نفس الجريمة ايه يا بايفاند؟ فيه الشهود بالذات وقاعة ضربه والاذاء والكلام ده بيتم اللي كان فيها ليه شهدت الشهود وطبعا بعد كده بكونش حاجة تحريات المباحث بعد ما بيتم الابلاغ عن الواقع بتحريات مباحث بتحصل بتثبت الواقع او بتنفيه هو لازم يعمله عاها مستديمة؟ عشان ابدأ بقى اخد خطوات؟ ووضوع الضرب نفسه غير غير ادامي غير ادامي ومجرد يعني هو اصلا طالما هو ضرب حد حتى لو مش ابنه فهو مجرم امتى القانون ياخد من الاب الطفل ده؟ حتى لو كان فيه حاجة لمساعدة الاطفال او امتى ياخده؟ مصر طبعا موقع على الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وموقع على اتفاقية حقوق الطفل والمفروض الاتفاقيات اللي احنا بنوقع عليها في مصر ويتم التصديق عليها في مصر بتسري مصر القانون المصري المفروض ان هو بتدخل في النسيج التشريعي المصري ويتنصد زي القوانين المصريين بالضبط لو يعرفوا محامي او لجأ اول حضرتك او حارك طبعا ايه؟ هتساعد معنا وانا عارف طبعا طبعا انا تحت عملك انت عارف حضرتك انا ما بتطخرش عني على راسي ونورتيني وتسلملي يا أستاذ عبدالغني مرسي جدا بشكر حضرتك مرسي يا أستاذ عبدالغني يعني الولد ده يا عيني هيطلع على طول حاسس بالزنب وانه لو حد ضرب وهو مطالب انه هيسامحوا عشان بيأكلوا او قوي او بيخاف عليه؟ طبعا هيبقى طول الوقت طالب من الناس كلها ان هي ترضى عنه فهيشتري غضاهم بأي تمني حتى لو حساب كرمته فهيبقى حتة كرمته دي مش حاجة عزيزة عليه طبعا يطلع ضعيف جدا واي كلمة توديه تجيبه ومنقاضه ده بيدمره والعنف عموما دايرة بتورث انتدى الاجيال يعني انا ابوي عشان كان يضربنا احنا من اغلطة نضرب عالي؟ ما هذه النقطة لو انا ما كنتش وعي كفية حامل ده بس ما اعتقدش انه هيجي اعيال بالشأوى اللي احنا كنا فيها يعني انا بتهايلي الاجيال اتهدت شوية لانهما كبان عندهم ايبادز يلعبوا بيه عندهم حاجات احنا مكانش ارون احنا نضرب وعيال الجران فهو لازم يضربنا عشان بطى نضرب حالي لان الجران جم بخلاص يعني الجران هما يعني يرضيك الجران يضربونا ما ضربناش اهلنا بس هو دلوقتي عندهم مهارات كلامية اعلى بكتير يعني دل الحالي بيعرف يناقش وبيعرف في حقوق وفين بيعرف يتكلم بشكل مختلف هو عشان على الايباد طول وقت فبيتعلم معلومات كتير فعنده قدرة ان هو يواجه احنا كان اخرنا الاتاري فانا الاتاري كانت كلها جيمز يعني كنت بتمنع من الاتاري انا ده بالنسبة لي كان اقصى عقاب وعقاب مؤلم ومهين لكن دلوقتي انت لو هو شاف فعلا الايباد بيكلمه مع الاطفال فالطفل ده ممكن يبقى عارف فعلا واجباته حقوقه والراجل ده مش وخباله والطفل اللي احنا نتكلم عنه في الحالة دي اكيد عنده قصة من الوعي وفي لحظة ما هيوصل الوعي ده هم دول الاطفال اللي بيودوا اهليهم ضرم وسنين بدم بارد او بيكتلعوا اشخاص مؤذين لأهليهم بعد شوية او يطلع مدمن ويبهدلوا معا بالضبط فايزي ازى شديد من حاجة اتعرض لها في الصغر يعني الحنية بتجيب حنية فعلا انت لو انت كنت احنين عليه عمره ما هيعمل معكد والحنية برضو لمدى عشان احيانا الازى بيكون بالحنية المبلغة في الحنية بتطلع لي طفل اعتمادي بتطلع لي شخص غير مسؤول ما اروحش اللي مع ماما ما اكلش اللي مع ماما بالضبط ما اخدش رأي ماما باخدش رأي بابا ما اعرفش افكر لوحدي ما عرفش انزل الشارع لوحدي ما عرفش اشتري لوحدي فشخص غير مسؤول بس احيانا الاهلي بيعملوها عشان يخوفوك او يهتوك يعني في حاجة او اتنين يعني قوعد سافر لوحدك احصل انا عارف بقى واحدة سافرت حصلها واحد اتنين تلات اربعة لازم تاخدي مامتك لو عملوها في حاجة واحدة غير ان هم عملوها في حياتك كلها اكيد بس ده بيعمل القوعي تشريدي مني عايز اتحكم في طبعا فكرة ان انا معتقد ان هم ملكية خاصة فطول الوقت بمارس عليهم السيطرة باشكال مختلفة مرة بالترغيب ومرة بالترهيب بس ده بيبقى خوف وحب ما هو حب بيترجم بشكل ابتزاز عاطفي اكتر منه حب يعني انا بحب اللي قدامي بس انا مش هتامتلكه انا بحبه علشان هو يبقى كويس مش عشان انا ببقى فرحان بيه يعني فرحتي بيه بنجاحه هو فرحتي بيه ان هو يكون شخص صالح شخص متوازن من شخص انا بمتلكه فده بيتحول برا الحب بيطلع الحاجة تانية خالص يعني الراجل ده بيعرف يحب قد يكون بيعرف يحب جدا جدا بس هو عنده التراب شديد في الحب ده حتى الحب عنده في التراب؟ طبعا ما هو انا لو بحب يعني بحب بشكل متوازن مش هعمل ده في طفل صغير مش ابني في طفل صغير في كائن حي صغير يعني شخص ضعيف يعني عادة الاهلي بتضرب ولادها او بتهصب عليهم بيكون عندهم ازاحة بياخد مثلا مديره ازايا ولا قاله كلمتين بايخين فبيطلع يطلعوا في العيال عشان هم عندهش قدر يواجه الشخص اللي قدامه ما بيعرفش يتكلم قدلت وقدلت بس هو ده بيبقى التراب يعني مثلا لما الراجل يروح الشغل ويراجع متدايق فحد يستفزه فيطلع فيه غله ده التراب؟ ده مش التراب ده حيلة دفاعية طب انا متدايق سيبوني في حالي حلو جدا سيبوني في حالي شيء يعني اتجنب ابقى الواحدي وقفل عليا طب مش عايزين يسيبوني عشان بيحبوني والعالي عمات تنطط حوالي والست عملت قولي تاكل ايه وانا مش عارف اعمل ايه ده بقى ايه؟ فطلعت غلي فيهم الله طلعت غلي فيهم مش ان انا استخدمهم كفاة البوكس دي لا اهدنهم كلمتين وهزقهم ونا ده عادي؟ يعني شكل غير مسئول بس هو بيحصل بس اكيد برضو حتى بيحصل في العنف العصبية او الغضب او ان انا غضبت ده حقي بس ايه اللي قدامي ده مش حقي يعني الناس العنيفة اللي منشوفها في الشارع او اي حد عنيفة حياته عموما وعصبي ده بيبساب كبت من حد تاني بيمارس العصبية عليها ومش قادر ياخد حقه ومش قادر ياخد حقه او مش عارف يعبر عن حقه او مش عارف يتكلم حتى في الجواه يا مش عارف يعبر عن مشاعره عموما فبيطلع بيدابدابة زي الطفل دي حلو قوي دي دكتور مصطفى احنا لو التماثنا لغيرنا الاعذار وشوفنا كل واحد منهم بيمر بايه هتتحلم مشاكلنا كلها تريبا مع الناس وشفت الورا العصبية دي كلها هبقى بشفق عليه مش مغلولة منه ومش هبقى هجومي عليه مش هبقى هجومي على قدامي بس برضو ده مش بيدي مبرر للأقدامي المتمادة يعني مش بيدي مبرر للشخص العصبي ان هو يلطش لي عشان هو متضايق انا مش مخدة يفضل هلي بالك انت بتلطش اللي اقل منك او اللي انت مسؤول عنهم بزبط لك مش هتقدر تعمل كما حد في الشارع لانه هيقوم اضربك لو هو اكبر منك او هو اضخم منك فانت بالتالي بتعمل كده في عيلتك فبتخلي العيلة كلها عندها الطراب عشان كده بنقول دايما ان شخص اللي بيعمل كده الاب اللي بيعمل الموارس العنف الشديد على اولاده هو عنده شكل مع اشكال الجبن عنده شكل مع اشكال الخوف الغير مبرر لانه هو لو بيعرف يطلع ده بره ويطلع ده في مكانه الحقيقي مش هعمل كده في ولاده احنا كده اتكلمنا على الكيس كلها وانت طلعتلي عزة كمان عندها الطراب طفل طبعا هيتل عنده الطراب الراجل اكيلا احنا نتكلم عنه النهاردة ده مضطرب عزة ترجع او لو مترجعش عزة ترجع بشروط وبضوابط معينة عشان ترجع افرد هو قال لها او غفيلها زي ما بيقول حلو جدا مش هتقعد معي القادة العادية اللي بيقعد معها كل مرة انا عايزة حاجات حقيقية ملموسة عايزة هكتبلك ورق ايه ان انا مش هتقعد بالواد خالص بس تروح لحد تقعد معاه نشوف حد من العيلة حينفرد انا مفيش رجالة بتروح لدكاتر نفسيين وانا مش هارجع البيت نفس المكان بنفس الوضع او هيزهق منها وان شاء الله مرجعتي وهيمش حلو يبقى ده اختياره بس هو في الاخر الفرصة التانية او المحاولة التانية الولد ده ده مش مسئوليتي وده مهم قوي يعني ايه مش مسئوليتي انا خلي بالك انت اي طفل بتشوفه في الشارع لو استنجد بيك وقالك يا انكل يا عمو خلي بالك انا خايف تحسوا مسئوليتها صح هحسوا مسئوليتي بس هقدر اتحمل مسئوليته قديه في اطفال شوارع عندنا فمنقدرش نعملهم حاجة بس لو طفل استنجد بيك لحد ما توصله ببرا الامان على الاقل لو اقدر عامله حاجة طبعا هعملها عناية بس لو اقدر حزة محتاجة تدرك انه مفيش في ايديها اكتر من اللي هي بتعمله حاليا شكرا هي بتحمل نفسها فوق طاقتها فبالتالي هي بدأت تعي انا هتمرض في الاخر وستحس طول وقت بالعجز ومش طعب تعمل حاجة فده مهم جدا هتبقى عرف حزو المسئوليتها مش هتتخلى عنه بس على الاقل تزوق على قد قدرتها مش على الاقل تخيلها هي متخيلة انها تقدر تتحكم في الامر وده مش حقيقي تقدر تحل المشكلة وده مش حقيقي هم اهله فين؟ وده مهم جدا يكونوا في القصة ام الولد فين؟ هي لازم تدور على كل دول؟ تدور على ام الولد تدور على ابو جزهة على عيلة جزهة الناس يتدخلوا في الامر ما تبقىش هي الوحدة كده في وسط بتغرق الوحدة هي بتحب الرجل؟ بتحب جزه؟ هي متعلقة بيه اكثر منها بتحبه يعني مش عارفة هتعمل يقلوه انا لو ترميت في الشارع مش هلي حد يصرف علي زي اغلبية ستتنا في الوطن خايفة هيحصل ايه بعد الانفصال او لو انفصلنا هيحصل ايه من الحياة بعد كده؟ بس هي لو بتحبه مش هتنقى في الحتة دي؟ هي اصلا مش عارفة تشوفه كراجل متوازن هي خايفة منه خايفة من كل حاجة جاية معايا الخوف ده هيوصلها لايه بقى اقول لي عزة كده؟ لو فضلت على هذا الخوف هتكرهه بعد شوية وحتكره نفسها وده الاسوأ بكتير وتكره الولد الصغير اللي عمل فيها كده ليه قاعدة مستحمله عشانه؟ انا بشكرك ونورتني بشكرك ربنا يخليكي نورتني استنونا بعد الفاصل واستنينا يا عزة في كلام كتير قوي محتاجين اقوله عزة حكت لنا كلام كتير قوي عن جزهة اللي بيدرب ابنه وحكت لنا كمان عن حبها لابن الجزهة اللي اعتبرته زي ابنها بالزبط بس ما جابتش سيرة ام الولد ده نهائي طب هل هي متوفية؟ ولا اطلقت؟ ولو كانت لسه عايشة طب هي فين دلوقتي؟ وليه ما خدتش ابنها يعيش معاها لو هي عارفة ان الجزهة عامل كده؟ طب يا عزة ايه تميتي؟ انك تقابليها قبل كده؟ طب اهلك سألوا على اهلها قبل ما تتجوزي الراجل ده؟ ما سألتيش طيب كان كويس معاها ولا وحش؟ طب كان حنين كان بيدربها زي ما بيدرب الولد؟ طب ساعتها بقى كان بيعمل ابنه ازاي وقتها؟ الأسئلة دي كلها وراها الرد او السر الحقيقي لتصرفات جوزك ده مع ابنه ورد جدا يكون خرج من العلاقة دي عنده مشاكل او عقد او الست دي عملت فيه حاجة بيخلص طاره من الطفل الصغير ده اللي مالوش اي زند ده قرب تفسير وعايز اقولك بقى بخصوص اسئلتك ازا كنت يتكملي مع الراجل ده ولا لا طب ايه التصرف السليم اللي المفروض ان احنا نعمله بيتهيقلي الوحيد اللي ممكن يفيدك هو دكتر نفسي شاطر ولا انا ولا حد من اهلك لو هو بيحبك وبيحاول يرديك زي ما بتقولي وبيسمع كلامك الى حد ما هيروح معاك للدكتر هو اللي هيحدد حالته انت سمعت كمان دكتر مصطفى بيقولك ان هو عنده اضطراب يعني مش مريض نحمد ربنا الدكتر هو لا يقول محتاج يمشي على ايه لحد ما يتعافى او ان احنا خبالنا منه وزي ما هو كان بيقول نرقب تصرفاته انا مستغربة كمان انت حتى ما جبتش سيرة اهل جوزك يا عز وانت كمان ما سألتش على اهل وانت بتتجوزيه هما فين في حياتك طب ايه رأيهم في اللي بيحصل طب لو حكيت لهم هيعملوا ايه طب هما ناس كويسين بجد ممكن يساعدوكي هيساعدوكي ان هو يتعالج ولا لا غير كده يبقى ان انت تعيش معه مش صح فيه خطورة على حياتك وحياة ابنه كمان ممكن يكون بيعمل كده عشان انت موجودة وقبل ما تسيبيه لازم تبلغي عنه نجدة الطفل او المجلس القومي للاممة والطفولة او تروحي المحامي او تعملي محضر عشان ابنه ده مالوش زنب ولازم حد يتدخل ويلحقه سمعتي كلام دكتر مصطفى في الفقرة اللي فاتت هو مستعد يساعدك في قصتك وانا عارفها من غيره حتى ما نطلب منه حتى كمان استاذ كان معنا رجل القانون طبعا استاذ عبد الرحمن السماحي مستعد ان هو يساعدك وانا متأكدة ودي متأكدة من نهم اليوم في المية هاستنى منك رسالة تطمنيني فيها عملتي ايه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيه ناس تفتكر انه الجدعانة بتاخدها او انهم يقدروا يغيروا كون او انهم يغيروا حاجة وفي الاخر ما بيقدروش فبيتعبوا جمد او تفتكروا عزة تعمل ايه طب لو انتوا مكانها كنتوا هتعملوا ايه باشكركم جدا واستنىكم في حلقة جديدة وقصة جديدة بس تكون قصة حقيقية باي باي موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة